اشتركوا في القناة فأنت ضابط الكل وتعمل لأجلي لذلك أسلم حياتي بين يديك تعمل فيها حسب مشيئتك الإلهية لأن تدبيرك فاق العقول باسم القاب والابن والروح القدس إله واحد أمين في طريق حياتنا نقابل مواقف نحس إنه الواحد قادر يخدم غيره ومش قادر بيبقى في تعارض بين مصلحتي ومصلحة الناس طب أعمل إيه الطبيعي التفكير البشري العادي فكر في مصلحتي هل ممكن أحيانا أخرج عن تمامي بنفسي وفكر في غيري وإمتى ده وإيه اللي هيحصل له عملتي كده ده اللي حنشوفه قصتنا بتقول إن فيه شاب في مصر عايش والشاب ده التحق بالجامعة ونجح الحمد لله وبعد ما نجح أخذ الباجستير ثم بدأ الدكتوراه والدكتوراه خدت منه وقت طويل قوي دكتوراه دي كانت مرتبطة بالخارج بإتمامها مرتبط بمناقشتها في الولايات المتحدة الأمريكية أخذ ما كنت ضخمة أول من قعد خمس سنين خمس سنين بيشتغل لأنه كان الأرحاث المطلوبة كتير قوي بعد ما أتم كل شيء كان عليه إنه يسافر أمريكا عشان يناقش رسالته ويبتحنوه فسافر في المعاد ولما وصل مطار نيويورك كان لازم ياخد طيارة تانية توديه لوس أنجلوس فالطيارة بتاعته اتأخرت وبعدين طب وبعدين يعمل إيه كان لازم يجري بسرعة عشان يلحق الطيارة التانية اللي توديه لوس أنجلوس عشان يلحق مع دلمتحات طب وبعدين خد الشنطة بتاعته وأوراقه قاعد يجري 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 عشان يلحق الطيارة التانية هو بيجري لاحظ إن في واحدة ستة عجوزة في الستينات من عمرها بيتجر شنطتها بس مشي ببط لأنها عجوزة فقال إيه دي يا ترى دي رايحة نفس الطيارة سألها إنتي رايحة مسافرة نفس الطيارة دي قلت له أيوه قال لها مش هتلحقي كده اسمحيلي أخد شنطتك أجري بسرعة وأقول لهم يستنوا يستنوكي عشان الطيارة ما تقومش قلت له مشكلة وقال مش مهم إن شاء الله حوصل وجازف إن هو يتعطل بيجر شنطتين وبيجري عشان يلحق الطيارة يدو بيلحقها ويمكن ما يلحقهاش لكن كان عنده إيمان حلو إنه مدام هيقدم محبة وخدمة الله مش هيسيبه وفعلا قاعد يجري في الشنطتين عشان يوصل وفعلا لحق الطيارة وهو كان يعني بيجري وبينهج تعبين قوي ودخل الطيارة وقال لهم لو سمحتوا في واحدة ستة كبيرة في السن ستة عجوزة دي الشنطة بتاعتها أنا جبتها معايا استنوها لو سمحتوا دي واحدة بس بصوا عليها هي إسا جاية ارتب حاضر ودخل وحط شنطته في مكانها وبعد كده الستة وصلت أول مداخل الطيارة أفلوا الباب وطارت الطيارة بعد كده خد الشنطة بتاعت الستة ورحلها في مكانها اللي قعدت فيه ولا تفضلي الشنطة بتاعتك قلت له متشكلة قوي أشكرها جدا قال لها العفو ورجع في مكانه وبيشكر ربنا انت ساعتيني أعمل خير الطيارة الحمد لله وصلت لوس أنجلوس راح هو في فندق يبات الليلة عشان تاني يوم هيقدر يقابل بقى الأسدزة ويناقش رسالة فنام فعلا وصل لها كويس كان قلقان بس قال له أرجوك أبا ما تسبنيش وراح تاني يوم على معاهد الامتحان دخلوه عشان قاعد في قوضة انتظار بعد شوية قال له تفضل عشان تقابل الامتحان بقى عشان في الصالة اللي هيناقشوك فيها دخل قاعد لقى مجموعة من الممتحنين قاعدين قال له ده عادي انه بقى فيه مجموعة وقال يا رب بسطل انه يعني تون المناقشة كويسة يعني وبعدين بيبسوا في وسطيهم لقى فيه واحدة في الوسط قاعدة كبيرة في السن بيدقى فيها قال الله مش هي دي الست اللي انا خلت شندتها وجريت بيها وبعدين بس لقى الست بتبتسم له قال لا با هي فاتبسط جدا قال له أشكرك 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 يا رب وبدأ يعرض الرسالة بتاعته ولاحظ إنه كل ما يقف في حتة أو حد يسأله سؤال محرج تتدخل هي بسرعة وتكمل معاه وتساعده عشان يكمل ويقول ففعلا أشرح وقال كل حاجة وفي الآخر خلص المناقشة ونجح في الامتحان خرج وهو مش عارف يقول إيه لربنا يقول له أشكرك 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 يا رب عشان إنت بتساعد ولادك اللي بيحبوك وعايزينك يا رب كل إنسان يحب الله ويحب الناس لا بد أن يخدم إنه لا يستطيع أن يرى أناسا يهلكون أمامه بينما يقف صامتا مكتوف اليدين كذلك الذي اختبر محبة الله له يجد دافعا داخليا يدفعه إلى الحديث عن محبة الله القصة بتاعتنا بتتكلم على زي الواحد يحس بالناس يحس باللي حواليه وبالتالي يقدر يساعدهم جايز مساعدتهم تبع على حساب مصلحتك شوي طب وماله المانع ضحي شوي عشان خاطر اللي حواليه الإنسان اللي هيفكر بالتفكير الأناني طبعا هيفكر في نفسه يعني الشاب ده لو كان جيري وما أخدش الستة دي معاه ستة دي كاش تركب والإمتعان كان هيتعطر لأن هي وضع أن هي ليسة وكان هيتفشكل وبعدين لو كانت لحظة إن هو الشاب اللي كان بيجي قدامها وما ساعدهاش هتبقى مش مبسوطة ولو كانت هي فعلا كويسة ومش هتعقبه بحاجة لكن على الأقل مش هتساعده كل الكلام ده بيقول إنه اللي بيعمل خير بيلاقيه عشان كده الكتاب المقدس بيقول ارمي خبزك على وجه المياه تجده بعد أيام كثيرة يعني اعمل خير بيقوله بالبلدي المثل اعمل خير وارميه البحر يعني ربنا حيكفأك حتى وديته لأي حد ممكن يقابله أو ياخده فالإنسان اللي بيحب اللي حواليه ده إنسان خدوم عايز يتحب وعايز يضحي وحتى لو تعرض المساعدة ديًا مع مصلحتي فليكن بس أنا يهبني أساعد وأخدم بقى حاجة متعود عليها أو بقت حاجة بدمي ما قدرش أمنعها لأن أنا بحس بالناس ما قدرش أحمل احتياجات الناس والإنسان اللي بيعمل كده لازم ربنا هيبركه ويكفأه لأنه هو إنسان خدوم ياريت تبقى خدوم بتحس بالناس فربنا يحبك والناس كمان هتحبك وإنت عندك ثقة في نفسك ومبسوط أن أنت قادر تقدم محبة لللي حواليك ياريت تحفظ الآية ديًا معايا ونرددها طول الأسبوع اللي جاي كتدريب لينا ارمي خبزك على وجه المياه تجده بعد أيام كثيرة ده هنا في قصتنا وجده بعد ساعات لكن حتى لو طال الوقت هتاخد بركة من ربنا ارمي خبزك على وجه المياه تجده بعد أيام كثيرة لإلهنا كل مجد وكرامه من الآن والأبد أمين إلهي أنا أتمتع بك كل لحظة من حياتي إنك تحبني كثيرا فأنت معي وقت فرحي حزني قوتي ضعفي وألمي لا أتعجب من تدبيرك لحياتي فأنت ضابط الكل وتعمل لأجلي لذلك أسلم حياتي بين يديك تعمل فيها حسب مشيئتك الإلهية لأن تدبيرك فاق العقول اشتركوا في القناة